إذن اليوم رح نحكي عن خطورة أو شول ما بين المخاطرة والتحدي للأشخاص مع السكر النوع الأول وصوم رمضان من هسه بقول الناس اللي عندهم السكر النوع الثاني رح يكون في النصائح العامة كثير يعني الإشي جدا مشابه ولكن في توصيات الإنسولين والأشياء والجرعات الخاصة هون بيكون الاختلاف وأنواع الأدوية فخلينا نبدأ تحركت عندكم العارضة كل شي تمام ممتاز خلينا نعطي خلفية كثيرة نبلش بأنه شهر رمضان الفضيل على الأبواب شهر رمضان كيف ما بتعرفوا إلو إلو النمط الخاص فيه اللي كلنا منعرفه منعيشه فبطبيعة تغيير النظام اليومي تبعي شهر رمضان تبعي الإنسان في شهر رمضان راح يصير كمان تغيير بمواعيد الأكل الطعام وكمان بمواعيد تناول الأدوية حسا دعنا نحكي من ناحية الصوم الصوم تعريفات بسيطة صوم يعني أنا بدي أمتنع عن الطعام وكمان عن الشراب لوقتي كثير طويل يعني السنة إحنا راح نصوم كرابة الخمستاشر يوم خمستاشر ساعة أسفة باليوم فهن وقت جدا طويل من ناحية الأكل راح نوكل وجبتين رئيسيتين اللي منحكي عن وجبة السحور ووجبة الإفطار ممكن كمان يكون وجبات بينهن ولكن هن من ناحية ثقافية وشو نحن متعودين عندنا هاي الوجبتين لهيك لكل اللي ذكرنا حتما راح يصير فيه تغييرات وتقلبات فيه معدلات السكر عند الناس اللي عندهن سكري في حال قرروا يصوموا تعالوا نعرض هيك نستعد بشكل عام مين هن الحالات السحية اللي الصوم بشكل فيها خطورة بالغة على صحتهن أول إشي الناس اللي آسفة الناس اللي مع سكري من النوع الأول بشكل عام هن ناس اللي جدا الصوم بشكل خطورة بالغة على صحتهن الناس اللي بيواجهوا أو بتعرضوا لحدوث متكرر من هبوط السكر أو الهيبوغليكاميا خلال الثلاث أشهر السابقة لشهر رمضان كان عندهم كثير سير حالات هيبوغليكاميا هبوط سكر أي سكر تحت السبعين الناس اللي بتعاني من انخفاض لا شعوري وحاد بسكر الدم الناس اللي عندها الـ HPA1C أو التوازن السكر التراكمي بالدم هو أعلى من عشرة فهاي توازن غير مضبوط هن كمان في مجموعة الناس اللي عندهن خطورة بالغة على صحتهن في حال صامو كمان المرأة الحامل إذا كانت مع سكر نوع أول أو كانت مع سكر حامل وتتعالج عن طريق الإنسولين كمان الناس اللي بصير عندها غيبوغة نتيجة لارتفاع حموضية السكر ارتفاع السكر أول نتيجة لحموضية الدم اللي هي الـ DKA أو الكاتواتيدوسيس في حال صار عنا فقد وعي بخلال الثلاث أشهر الأخيرة اللي ما قبل رمضان كمان أنا أعتبر في الخاني اللي جدا خطر علي أصوم برمضان كمان الأشخاص السكريين اللي مع أمراض حادة مرافقة للسكر مثل الفشل الكلوي المتقدم أو إذا كانوا في علاج دياليزة وكمان الأشخاص اللي مع سكر اللي بيشتغلوا بشغل جدا شاك ومجهد بهاي الحالات اللي الصوم يشكل خطر جدا كبير على الصحة تحركت عندكم العارضة نعم نعم ملتاز خلينا نحكي بشكل عام رح أعرض شوي التوصيات اللي هني مش أنا قررتهم ولا مركز السكري والغداد السماء بشنايدر ولا هني توصيات عامة من المجتمع المسلم بكل العالم ما منحكي فقط عن عرب وإنما على المسلمين في دول في إيران في تركيا في دول كزاخستان والمنطقة في كل العالم العربي العالم المسلم آسفة التوصيات خلينا نقول على الصعيد الديني كلنا منعرف أنه في رخصة شرعية قرآنية للمرضى بشكل عام للإفطار بشهر رمضان فما بالك بالذات إذا كان الصيام بيؤدي لتدهور بالحالة الصحية فمنهم مرضى السكري احنا منعرف أنه إذا كان في عندي تغيير في أوقات الوجبات هاي الشغلة ممكن تأدي لتدهور في الحالة الصحية ممكن تعرضنا لحالات حرجة ولمضاعفات جدا متزايدة إذن نحكي على الصعيد الطبي فكيف حكيت برضو دمنا نأخذ أبحاث اللي هي جدا واسعة لشملة العالم الإسلامي عند العرب وعند غير العرب فالأطباء يجمعون ويوصون بعدم صيام مرضى السكري مش بشكل قطعي مش يعني كل السكريين ولكن اللي الصعم بيشكل خطورة بالغة على صحتهم هاي المعلومات كيف حكيت زي ما حكيت لكم بالبداية بناء على دراسات موسعة اللي بينات إنه الصعم أدى لإغلاق معدلات من حدوث المضاعفات الحادة عند هدول الناس إذا بتشوفوا ناس بتنتظر في قائمة اللزوم كلولي عشان مش كل الوقت عيني على اللزوم خلينا نكمل إذن بتكونوا تقولوا طيب فاطمة بتقولين لنا إنه حسب الدين حسب الطيب ممنوع عندهم أو خطورة بالغة على صحتنا نصوم كسكرين مع أشخاص مع سكر من النوع الأول إذن لش عملتين هاي الزوم لش إحنا هون لش موجودين بهاي المحاضرة حلو حسب الدراسات الأخيرة بتبين عنا إنه 40% من الأشخاص اللي مع السكر النوع الأول بيصوموا في رمضان مش شرط بشكل كامل كل رمضان ولكن بيصوموا كمان 80% من الناس اللي مع سكر النوع الثاني بتصوم برمضان في العالم الإسلامي بتصوم بشهر رمضان منحكي عن بالإحصائيات منحكي عن تقريب 50 مليون مريض سكري حول العالم اللي بيصوموا كل سنة في شهر رمضان أو بشكل جزئي أو بشكل كامل فليش عملنا هاي المحاضرة؟ عشان مهم جدا كمرضى سكري نتعرف أول شيء على المخاطر السحية والمضاعفات الممكن تصير بسبب الإصرار على الصيام وثاني شغلة نعرف الترق أو كيف أنا بقدر أتفادة هاد المخاطر هتصير معاي خاني حكي شوي بشكل جدا سريع شو هلني أبرز المخاطر؟ في عدة مخاطر خاني أخذ أبرزها اللي عن جد بتهدد مرضى السكري بشهر رمضان بحال صمنا بنحكي عن الهيبوغليتساميا أو اللي هي انخفاض هاد في سكر الدم لا تحت 70 اللي بنتج عنا بيكون نتيجة عن كل التناول للطعام إحنا في السيام تقريبا 15 ساعة أكثر أو أقل أو وأوة إنه ممكن كمان أنا تناولت جرعة إنسولين بدون ما أكلت بالخطأ بالصح وفكرت إنه عشان عندي 300 بدأ زبطها كل هاي الأمور أو بتأثير الإنسولين طويل الأمد إذا بنحكي عن مضخة إنسولين ممكن البازل بضخ كثير أو إذا بنحكي عن زريكوت لانتوز ليفامير أو تريغلوديك أو إلى آخرين من الأنواع الإنسولين طويل الأمد ممكن التأثير تبعيها امتد لخلال النهار وعمل لي هبوط حاد في سكر الدم بنعرف من حسب المحكريين من حسب الأبحاث أن محاولات شخصية عشان أضبط السكر مضاعفاته مرتبطة في عدة مخاطر وعمداً وهين لازم نحط خط تحت شخصية في حال أنا ضبطت هاي المعدلات مع طبيب مع خصائيات التغذية مع مركز السكر اللي أنا بتابع فيه بيكون الخطر أقل وهيك ممكن نتفادى ولكن إذا أنا حاولي تألعب أو أتلاعب بهاي الكميات سواء جوا مضختي أو سواء الأرقام قررت اليوم ضعت 2 أقل قررت اليوم بديش أخذ بالمرة كل هاي مرتبطة بمخاطر كبيرة صوتي مسموع؟ آآآ ممتاز إذن الخطر الثاني اللي حاب نحكي عنه اليوم هو الهيبرغلتساملة أو الشيء المقيد العكسي إذا كان في عندي سكر جداً عالي الممكن ينتج عن الإفراط في تخفيض الجرعات الإنسولين يعني زي ما حكينا مني شوي إذا أنا أخذت بشكل شخصي على حالي على عادكي إني بدي أكل الكميات الإنسولين تبعاتي فروحت قللتها جداً قللتها أكثر من اللازم أو وكفتها للمضخة أو وكفتها للجرع المعينة فأنا ممكن أعمال هيبر أوصل لهيبرغلتسامية أو سكر مرتفع بشكل حاد بالدم وممكن يكون طبعاً السبب اللي هو جداً رائج خلال نسميه أو عادة بيكون بسبب التهام أو أكل كميات كميات كبيرة جداً من الطعام سواء عمائدة الإفطار سواء بعدها من ناحية حلويات فأنا بكون خلخلت نظامي وفوتت كميات سكر بساعات المساء وتخيلوا حداً اللي متعود ينام بدري بكير وفي رمضان صار يصهر أكثر شوي ويوكل أكثر بساعات الليل ما غير جرعاته للإنسولين وجرعات الليل بشكل عام بتكون دائماً مخففة أكثر عساس إحنا منوكل أكل بساعات الليل أو منوكلش فهو عملي العكس ماكلش كل النهار أكل بالليل فهو بحاجة لأكثر إنسولين ما أخذ الكمية اللازمة فهيك بنوصل لهيبرغلتسامية برضو سواء على السحور أو على الإفطار من ناحية أكل والأبحاث بتبين لنا ارتباط ورابط جداً قوي بين ارتفاع سكر الدم الدائم وبين مضاعفات اللي خاصها بأمراض القلب والأوعي الدموية الكاردوفاسكولار ديزيز نكمل بأبرز المخاطر إذا بنا نحكي عن الكاتواتسيدوزيز عن الـ DKA عن الحماد الكيتوني السكري باللغة العربية اللي هو انخفاض اللي هو بيجي أسفة جراء مثلاً انخفاض جرعات الإنسولين أنا خفضت جرعات الإنسولين عشاني كلولت كمية الطعام فممكن أنا أوصل لكاتواتسيدوزيز خاصة وين أكثر إشي بنشوف بيصير برمضان عند الأشخاص كاتواتسيدوزيز أو حمودة الدم عند الناس اللي من الأساس ما قبل رمضان موجودين في حالي غير متوازنة من ناحية السكري اللي هم على فكرة ذكرناهم في الخطورة البالغة للناس اللي إذا صامت رح يصير عندها مضاعفات لأنه إذا أنا من الأساس بمشي بالنهار مع ثلاثميات وأرقام اللي هي جداً جداً عالية وجيت كمان صمت يعني زدت التين بله فأنا ممكن بسهولة أوصل لدكي فانتبهوا من هاي الشغلة والخطر الرابع اللي رح نحكي عنه اليوم هو الترومبوزيز الجفاف اللي ممكن بالنهاية يقدي لتجلط بالأوعية الدموية كيف الطريق مشان نوصل لهاي نحن مناش نوصل لهاي بس كيف الطريق اللي بتأدي لهيك شغلات هي عدم شرب السوائل أثناء السيون طب خالص أكثر ما حكي سبوه بان لك أنا عارفة إناك مريض كتو بميوت متوقع إني خطعت الصوت فكيف ممكن نوصل لهاي المواصيل اللي مناش نوصلها احنا مش حابين نوصلها عن طريق انه انا تنسوش انه انا كل النهار مش شارب مي في عندي نقص في السوائل خاصة بالجو الحار جفاف رح يقدي لارتفاع بسكر الدم رح يعملنا زيادة في ادرار البول رح اخسر كثير بول كطريقة من الجسم يبرد ع نفسه اللي بالنهاية رح ينقص عندي سوائل واملاح بالجسم لحظة نقشر اللي بستنوا وبالنهاية رح يقدي لانخفاض في ضغط الدم زيادة في لزوجة الدم ممكن تقدي لخطر بالاصابة بالتجلط في الاوعية الدموية لهيك انتبهوا 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 هاي النقطة كمان بتخص الاشخاص مع السكر اللغة الاسفل النوع الثاني اللي جداتنا ممكن اهلينا اخوتنا عندهم هاي المرض ممكن ننبههم اذا هم من اليوم مع ارقام جدا عالي متناط و300 مفضل يتوجهه للدكتور وياخذوا بالنصيحة المفضل ما يصومه او يتوجهه للدكتور لاخذ النصيحة بشكل خاص لانه كمان مرة هم معرضين لهاي المخاطر السعبة من هون تعال نتقدم لشخص اللي هو عنده سكري من النوع الاول ونواسيان خلص بعد كل الاشياء شاف انه هو ممكن يصوم فالاصل تعالوا نحكي من الاخر الاصل انه ما يصوم زي ما حكينا باجماع الطب والعلم مش فاطمة قررت ولا اثنين ثلاث ولكن بالنهاي بالنهاي قرار الصيام من عدمه يبقى في ايدين الدكتور الاندوكرينولوج طبيب السكري والغدد الصماء المتابع لحالتك الشخصية انت مش اي اندوكرينولوج الدكتور اللي بتابع حالتك لانه بعرفك بعرف الماضي تبعيك بعرف كل الاشياء اللي ذكرناها بكسة الثلاث اشهر قبل شهر رمضان كيف كانت حالتك وبقدر يقرر يساعدك بالقرار اذا انت مناسب اليك تصوم او الصيام عندك بشكل خطورة بالغة في حالة الصيام نوينا الصيام اخذنا الموافقة مهم جدا زيارة او مهاتفة للطبيب قبل الصيام مهم جدا متعالجينا وكل الاشخاص مع السكر النوع الاول مهم جدا تتصرو كاشر تتواصلوا مع الدكتور تبعيكم الاغلب عنده ارقام شخصية للدكاترا بتقدر تتواصلوا معهن او مشان اول شي يقيم حالتك شوف كيف انت بكيت حسب اخر فترة الى املك جرعات الانسولين اذا في حاجة لتعديل على الاغلب تعديل النظام الغذائي تعديل النظام الغذائي وكمان تاخذ التعليمات وانت مهم جدا تكسر الصوم تبعيك نتقدم تعالوا نشوف شو النصائح اللي احنا اليوم رح نحكيها النصائح التغذوية اهمها اللي رح نحكي عنها هاي تخص السكر من النوع الاول وكمان النوع الثاني مهم جدا نحرس على شرب كمية كافية من السوائل بعد الافطار انا افطرت مشان نتفادى خطر الجفاف وكل الاشياء اللي كلنا عنها مهم ارجع لجسمي كمية محترمة من الماء من الشوربات عشان امنع الجفاف طبعا احنا ما منحكي عن عصائر محلاة ابدا 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 في سكر النوع الاول الثاني ولكن بالتشديد على سكر النوع الاول ما منحكي عن عصائر محلاة عن كولا عن اشياء اللي فيها سكر بالمرة مكتوب هون قدر الامكان ولكن بالمرة لانها تأثيرها انتو بتعرفوا كيف هي بتعلق وتنزل بالجسم هي ممكن هي بتعلق مرة واحدة بالجسم وممكن بعدها تفوتنا في حالة هبوط السكر كمان مرة ثاني نصيحة تغذوية استهلكوا كمية نشويات محددة يعني ما نعمل مائدة مفتوحة عليها كل النشويات انما زي ما احنا دائما نحكي تقسيم صحن صحة يا اسفة ثلث صحنة يكون من النشويات ثلث صحنة يكون من الخضروات وثلث صحنة من البروتينات فانتبه انو في عنا بروتينات اللي تحتوي على النشويات زي العدس البقوليات فننتبه وما نكثر من تناولها اذا بنحكي عن النشويات المعقدة مهم جدا لما اختار النشويات اختار نشويات معقدة يعني اركز اكثر عفريكي عبرغل عرز كامل عخبز كمح كامل اقل الاشياء اللي هي سكريات بسيطة خاصة بالافطار يعني انا بعد سيام ساعات فمهم اعطي نشويات معقدة تقعد شوي فترة بالمعدة لا تتحلل اذا عندكم اسئلة خلوهن للنهاية وحيكون معنا وقت للاسئلة مهم جدا نحكي عن حلويات رمضان فحلويات رمضان منيح لستهلكها خلان نبدأ من الجانب الايجابي منيح لستهلكها لانا موجودة برمضان وبنا نوكلها ولكن تعالوا نكون حكيمين المفتاح دايما بالتغذي الصحي انه نكون حكيمين فما نستهلك الحلويات المشبعة بالقطر والدهن في طرق ممكن نحضر القطايف الكنافة بالدار ممكن نعمل قطر عن طريق اني استعمل بدل السكر القطر العادي بيكون كاستين سكر وكاست مي القطر المخفف اللي احنا ننصح فيه عامة الناس هي كاست سكر كاستين مي اذا انا كسكري كانسان مع سكري ما بدي استعمل السكر اللي هي احسن طريقة واحسنة شي ممكن اعمله ممكن استبدله بستيفيا بسكر ستيفيا اللي هي نبتة ممكن تربوها جنب النعناعات ما بتضر ما بصير اقيرالة الحمر تبعيها بالجسم اعمل اليوم في ميتسوي في كل شيء في سائل في حبوب في افكا في بودرة اللي بقدر استعملها واعمل منها قطر ممتاز وطعمه ما بتميز كثير فيه شوية طعمة ليفاي ولكن ما بتميز كثير عن قطر طبيعي لما نحطه فوق الكنافة وساعتها فيش ولا اي مشكلة اني استعمل طيب ننتكل التوصيات لتكملة التوصيات ان نحافظ ان يكون فيه وجباتنا كثير الياف غذائية للالياف الغذائية جدا جدا فوائد الالياف الغذائية اولا بتبطئ من يعني بتخلي تحليل السكر بالمعدة ابطأ شوي فما بيقدي لما بوكلنا شويات لارتفاع حاد بكمية السكر بالدم كمان بتعطينا شعور بالشبع الناس اللي بتدور تنزل بالميزان او تحافظ عن ميزانها تعطينا شعور بالشبع وكمان شغلة جدا جدا مهمة ومرتبطة برمضان قصة الامساك فانا ممكن احل مشكلة الامساك عن طريق اني عوضت الماء ذكرنا من قبل عن طريق اني اكلت عن طريق اني اكلت الياف الغذائية انا بحاول كل وقت افوت الناس عن الزوم اذا بفاس فيس حدا ممكن تفوتوا عن طريق اللايف بالفيسبوك عن الكلاليت وزي ما قلت منحاول عن طريق الياف انه نمنع الامساك الياف هي بمثابة مكانس انا بسميها بالجهاز الهضمي فكل ما اكلت الياف اكثر كل ما كان فيه تنظيف للجهاز الهضمي اكثر النصيحة اللي بعدها انه نستهلك اكل ما يمكن اكل ما يمكن منتوجات تحتوي على ملح بشكل عالي وبهارات خاصة بوجبة السحور لانها رح تقدي لعطش شديد هاي نصيحة عامة لكل الناس في ارمضان انه احنا نتجنب الموالح بخاصة بوجبة السحور وكمان على الافطار ما نكثر منها لانها كمان ودرة كمان بتخلينا نعتش بشكل قوي وما بدنا اياها تخلينا نفقد سوائل من الجسم مع بداية الصيام خاصة وقت السحور تعالوا نحكي عن وجبة السحور مهم جدا نأخرها جدا 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 خاصة كسكريين نأخرها لوقت ما قبل الاذان يعني اخلي السحور كد ما بقدر ان اكون يقللي من ساعات الصيام فبيكون اخر شيء بتناوله قبل الامساك هو السحور وما اتصحر الساعة واحدة واثنتين بالساعات الليلية كمان الفواكه الفواكه شيء جدا ممتاز فيهن سكريات اللي هي صح بسيطة ولكنها من فروكتوز وليس جلوكوز فهي مش مشكلة يعني مش ممنوعة الي كسكر من النوع الاول ولكن بستعملها باعتدال ما بكثر حسين فواكب النهار ممكن القصد بساعات الافطار ممكن يكون الكافيات مفضل دائما النصيحة الدائمة مشان نسيطرها كمية السكر بالدم اني ادمج مع اكل الفاكهة مصدر دهنيات صحي زي جوز لوز كاشو كل الامور اللي هي دهنيات صحية كمان شغلي بالنسبة للرياضة والحركة برمضان مفضل جدا اليوم كثير تعرفوا بنحاول يعني كل ليش اسمه اليوم تغذي ملأمي بشكل خاص لانه التوصيات اللي اخذتها جارتي مش بالضرورة بتنسبني حتى لو هيس مع سكري نوع اول وانا مع سكري نوع اول فاهمين علي كل توصي بالنهاية هي خاصة في توصيات عامة اللي غسنا مركنا عنها ولكن في توصيات جدا خاصة بحسب حالتي النشاط الجسدي وانا صايم ممنوع منعا باتا اذا انا سكري مع النوع الاول لانه اساسا اذا متذكرين في كل التوصيات كل مرة بتفوتوا عنا عندي اخصيات التغذية لما تكونوا في مراكز السكري من كلكم انه التوصي العام الكبيري اصلا ما بنفع اعمل رياضة وعندي سكر اكل من 150 اذا عندي اكل من 150 مفضل اوكلي حبة فواكه اوكل اشي يعلي شوي لفوق المية وخمسين عشان اتفادى حصول او حدوث الهيبوغليتساميا او هبوط السكر لتحت السبعين فانا ببلش من 150 ككمفورت زون او اشي اللي هيك انا بكون مواثق منو بعد ساعة في حال لساتني في حال نزل السكر لتحت المية وخمسين كمان بعطي بوست وبعطي كمان حبة فواكه مثلا فما بالكم بسيام يمنع منعا بتاتا رجاءا ما تمرسوا الرياضة خلال ساعات السيام اذا كان عنا سكري وخاصة من النوع الاول توصيات ذهبية بحب هيك اختم فيها عشان اخلي لكم وقت للاسئلة مهم جدا كسكري من النوع الاول اني انا التير سكار اراكب مستويات السكر خلال الصوم اصلا ما بنفع قصوم اذا انا لوم التحييف او ما بحط قداميني انا رح افحص مستويات السكر في اليوم كثير مرات خانكول كثير مرات سواء عن طريق الفحص بالاصبع او عن طريق السنسور اللي محبار لديكس كوم بقدر يطلع لديكس كوم اللي عنده اللي بري اللي عنده المجسات الخاصة بالمترونيك او حسب شو احنا محبارين ممكن تستعملوهين افضل اوقات لكياس السكري او مهم ما نفس فيس يعني ما نخسر الكياس بهذه الاوقات هي ساعات الظهر لانه مارك كثير وقت عالصيام ساعات ساعة ما قبل الافطار اشوف شو وضعي وهسا منحكي شو الارقام اللي منح تكون او شو مش منح شو مش منح لننشوف وفي حال اني ظهر علي عوارض هبوط السكر بدأت اعرك حسب رجي دوخة كل العوارض اللي انتو بتعرفوها ع حالكم لما بتصير عندكم لما بيكون فيه قربنا ع هبوط سكر بفحص بشكل قوري بفحص شو وضعي السكر عندي كمان برجع عن نقطة اللي قلتها من قبل اللي هي في حال قررت اني اكون اني اصوم مهم جدا اني اتوجه لا دكتوري ما تستخفوا بالموضوع ما تستنوا يمركوا سبوع وسبوعين من رمضان او ايام من اليوم كل الدكات الرزمينية موجودين وبالعكس بيحبوا تسألوهم ولا ترجعوا لهم مع ديك ايه ولا شغلات اللي هي لا يحمد عقباها فلأ بتواصل مع دكتوري وبقوله اني انا طلع ممكن هو يشوف الملف الطبي تبعيك ويقرر اذا انت ممكن تصوم او لا او بدي احكي اخر شغلي اللي هي وين تا انا بكسر الصوم ركزوا بالنسبة الي هاي اعملوا برنت سكرين للعارضة هاي وانتبهوا عليها جدا 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 عاولادكم عا حالكم عا اخوتكم اذا كان في عندي سكر فوق الثلاثمية وانا في ساعات الصيام يجب كسر الصوم لانو انا ما بعرف لوين رايح هل انا في كيفون اني انا رايح يصير عندي اتسيدوزس او او لك ايه رح يصير في عندي حماد كيتوني في الدم او شو الوضع تبعي هسه فممكن اني ازيد المشكلة فكثير مرات مثلا في غير صيام بيكون عندنا ثلاثمية ممكن في ناس تسمع بتقول لي شوف اتني بتحكي دايما عندي ثلاثميات في غير الصيام ممكن نشرب ماي نقعد نهدى شوي نمشي شوي مش عارف نمارس شغلات معين افحص كيتوني بالبول اتأكد انو فيش عندي كيتوني بالبول وبينزل بنزل السكر بس تخيلوا انا ثلاثمية وصايم ممكن اصير في عندي لزوجي بالدم وحكينا شو ممكن تصير شغلات تعقيدات اللي هي عن جد عن جد خطرة علينا فثلاثمية وانا صايم هي رقم جدا مش منيح الاتجاه الاخر اللي هي سبعين مع بداية صيامي فحصت هيك الظهريات الكيت حالي بسبعين لو طوب مش منيح هاي بيقول انو انا ع السبع المغرب رح اكون برقم جدا جدا واطي مش منيح بالمرة اللي التزبيد تبعيه بحال صار معي بغير رمضان هي اني اشرب نص كاسة عصير اوكل شكفة الخبزة يعني فيه التصحيح بيكون تغذوي فانا بحالة صيام معناها انا لازم اكسر الصوم فورا اذا انا فحصت خلال ساعات السبعين صباحا والستين خلال ساعات النهار اذا كانت الساعة خمسة ونص ستة وانا شايف انو ستين بدي انتبه انو حسب المجاس طبعا فيه هنا كثير شغلات كل تلكم بشكل خاص ممكن نفحصها اللي اذا انا مع سنسور اللي ممكن يفرجيني سهم لفوق او لتحت اذا انا شايف ستين وساعة خمسة هسا ولسه السبع بدي افطر ستين مع سهم لتحت افطر 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 اذا انا شوف الستين يتسيف زي ما بيقول او فيش اسهم وبعدل لنص ساعة او ساعة على الافطار ممكن اظلني مع عين على المجاس السبعية او اظل افحص السكر واسرود زي ما بيقولوا هذا اليوم وبكرة افطر فانتبهوا ما بدنا نخاطر يعني بالنهاية دينيا لو بدي ارجع شوي ربنا ممكن حاسبنا ده من نئذي جسمنا يعني انا ده قررت اصوم من طابع ديني وبالنهاية اذيت جسمي وصلت الميون هاي بدل ما اخذ حسنات انا اخذت كوم سيئات ففكروا فيها اخر شغلة انه اكثر الصوم اذا شفت علامات جفاف هبوط في ضغط الدم شايف حالي عن جد تعبان يا جماعة ارحموا انفسكم لانه ربنا اصلا معطينا هاي الرخصة انه انه ما نصوم بالنسبة لملقمة الانسولين انا ما كنت بدي احط هاي الشاكف ولكن بشكل عام رجاع ان تواصلوا مع الدكتور عشان تغيروا المنونيم بشكل عام بننزل البازل لثلاثين بالمية للي كثير شولتين في المشئفات البازل لازم ينزل ثلاثين بالمية على الاقل الشورت انسولين الانسولين اللي على الوجبات بنحكي عن منون عادي قبل الافطار لانها وجبة كاملة بالنسبة للصحور بنعمل منون خمسين لسى خمسة وسبعين بالمية افضل تواصلوا مع الدكتور شكرا لكم كثير على حسن الاصغاء رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير وراح افتح هسا المجال للاسئلة اي حدا بدو يسأل ممكن عن طريق الشات او ممكن تكيموا الميوت وتسأل وفيش مشكلة يعطيك العافي بالنسبة للحكاية اول اشي على المشروبات اللي فهمتوا انه افضل بالمرة لا دايت انا بحكي على دايت زيرو بس بدورش بدورش يعني مرة مرتين بتعرف الا ما يجي بال الواحد حلو سؤال جدا حلو غادة لاني انا لما حكيت ما ما اتطرقتش عن جاد لكسة الزيرو والدايت كان الحكي الصراحة عن المنتجات اللي لاحظة بس في ناس كمان بتستنى بعدها مع انا شرفنا على الانتهاء الحكي كان عن المشروبات المحلاء غير الدايت والزيرو لا ما هو بهاي حالة بياخذ اللي مع السكر هذا الاشي مفهوم يعني بالزبط انا مبسوطة انك بتكون لي مفهوم في كثير ناس بنظل نذكرها ونرجع نذكرها فبالنسبة للدايت والزيرو اذا بنحكي من ناحية السكري فتأثيرهن سفر ما في لين تأثير على السكر ما في عندي نشويات فيهن ولكن انت به العصير انت به غادة العصير الدايت يعني فيوزتي دايت مش عارف برتقال دايت فيهن نشويات انا بحكي دا خصص دي شغال بك دا خصص مثلا على زيرو زيرو بس زيرو كولا بس فيش مشكلة اخرى مرة انا هسا كيب بيقوله وكمت الكوفع تبعية الديتانة بشكل عام وحطيت كوفع الديتانة السكري اللي انا بقدر اقول لك فيهنه فيش فيهن مشكلة من ناحية السكري صحيا في شغلات اللي هي افضل المشروب الصحي الوحيد بالعالم هو عن جد مي العصائر مش عصائر التيونيم او كل انواع الشاي خلا نقول هاي المشروب المشروب اللي منها نشربه هو ماء بشكل عام ولكن كيف حكيتي مرات بيجي عبالنا الدايت والزيرو ما بيأثرنا على السكر النوع الاول ما بيعلم للسكر فيه ممكن نصير بتعرفوا من ناحية السكر زيت من ناحية المحليات الصناعية هاي شغلة ثانية ولكن من ناحية السكر ما فيه ولا اي مشكلة تسلمي كمان شغلة بالنسبة حكيت للحلويات البيتية طبعا انا هاي بفضل طبعا الاشي بس مش ممنوع بتاتا اللي فهمته بالنسبة لشغلة القطايف اول اشي فيها نشويات انا بديش احكي على القطر قطر بدي احكي زي فيه اللي عنا اليوم جاهز محلات الدايت زي اذا سمعت عن ماس وتد اللي موجودة عندها العساس انه دايت وجربتوا العام جيبتوا السيروب عن جد بيجنن الاشي يعني ما عطلوا احد انه بيحسش حاله فيه 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 قطر فيه كثير هادم لي حسيته بس الاشي هل القطايف قداش بغضر لانه فيها نشويات والكنافة البيتية برضو الكنافة نفسها فيها مزبوط انا بحكي على البيت مش الجاهز مزبوط كمان الجاهز كمان البيت انت سادقة انا لما قلت لكم عن قصة القطر ما يعني من ناحية الكنافة نفسها او القطايف هي بالنهاي مأكولات صحيح هنا منحكي عن سكر اللي هو مش سكر معقد زي فريكة والاشياء اللي هي من حبوب كاملة ولكن برضو كمان زي ما حكينا احنا في النهاية مش رح نعقد الامور اذا كان في عندي امكانية اجهز من من مواد خام اللي هي اكثر صحة ممتاز ولكن احنا بنقول اقل الضرارين حتى لو اني اشتريتوا او جهزتوا بالبيت انا بعرف شو المقادير يعني انا بعرف شو حطيت جو الخلطة عشان اعمل مزبوط في عنا كثير اطاريهم اليوم اللي بتساعدنا اعرف زي اطار نتو جرين زي في اطاريهم فود ديكشنري ممكن ابعث لكم اياهم فيش مشكلة او تسألوا اخصائية تغذية اللي ممكن نقول لكم بالمواد الخام كداش في عندي سكر كبال معلكة هيك معلكة كمح كاسة هيك فانا بعرف كداش جهزت بشكل عام الكمية الكلية ممكن ساعتها اقسم على اكم كطعة اللي عندي واعرف بالضبط اكم غرام نشويات في عندي بكل كطعة فسواء انا بستعمل المشئفة المضخة وبدي اعرف غرامات بالضبط بقدر احسبها بعطي بالضبط عليها انسولين بالكمية اللازمة وفي حال انا بعطي انسولين عن طريق الابر وبدي اعرف منوت نشويات وجبات النشويات فكمان كل 15 غرام هي وجبة نشويات ممكن احسبها فبالنهاية احنا راح نوكل انا عارف انه هو سكر اللي هو مش سكر معقد ولكن اقل الضررين الضرر الكبير هو السكر البسيط السكر السائل السيروب فانا بحكي عنه انه يريد نحاول اذا اشترينا نشتري بلا او اذا عملنا نعمله مع ستيفيا السيروب هو زي ستيفيا السيروب هو سكر لوز اكيد اسمعت عنه سكر لوز اللي هو داية حلو غدا السكر لوز سكر زيت سويتند لوز ملان 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 اثاني هذا الاثر اللي جاهز على هذا اصده يعني صدر ممتاز مصدوط مية بالمية مية بالمية هاي السكريات او مش سكريات هيني بدائل السكر المصنعة حلو الستيفيا ليش انا بدكك عا ستيفيا ما بدفعوا لي يعني مش مامول مش انا اصويقهم ولكن الستيفيا هي نبتي طبيعية يعني اذا انا بحكي عن ولد صغير مع سكري مثلا مش كبالغ ماشي ولد صغير مع سكري احنا بنعرف انه ما فيش عندي بحث اثبتلي اذا بستعمل كثير سكر لوز او سكر زيت ما راح يضر الولد بالمستقبل رهمي علي فانا بروح على السيف سايد الستيفيا هي نبتي ما راح تضرني فبقدر استعملها واعمل منها القطر وانا متطمن في حال استعملت السكر زيت سكر لوز الى اخره هني كمان امينات من ناحية السكر ما راح يرفعنه بالدم هل امينات من ناحية امراض ثاني بالمستقبل علامة سؤال لسه ما عندي ابحاث تثبت بتأمل غدا جوابتك في حدا عنده كمان اسئلة ممكن تطلعوا من الميوت وتسألوني سلام عليكم وعليكم السلام بس لدي اسأل بخصوص الى ابريل اللي بضلها ومدار 24 ساعة اها السهادة ناخذها وقت سحور فاطمة اه اهلا نشو الاخبار هاي السؤال جدا جدا بتوجه للدكتور ماشي لازم نسأله لدكتورنا لانه لازم يصير في تغيير في البازل احنا بتحكي عن في الاسفة في الانسولين طويل الامد انت بتحكي عن التريجلوديك مثلا او لانتوس او ليفامير حسب شو بتستعمله هذا التراندار شي سمع التريجلوديك التريجلوديك بتنعطى مرة واحدة بالنهار زي ما بتعرفه فمهم جدا تتواصلي مع دكتورك حتى لو بتوديله واتساب حتى لو بتستشيريه كديش تنزليه لانه لازم يصير فيه تنزيل تنسيش انه هو شغال كمان بساعات النهار يعني حتى لو انك مخطيش الاكترابيد او النوفورابيد خلال ساعات النهار او الريغولار او حسب شو تستعمله انت مخصا يعني مغطيه عن طريق التريجلوديك كمان بساعات النهار وانت صايمة فهاي خطر خطر القصد من ناحية كمية فانا بتواصل مع دكتوري عشان ينزلي الكمية ماشي فاطمي تواصلي التابعين مخون السكري تابعينا فش عندي مشكلة لابدتكم بعدها تودولي رسالة شخصية وعى مدار الاسبوع القريب الاربعة الاحد الايام القريبة شخصيا بقدر اتواصل معاكم فش عندي ولا اي مشكلة بتيعي تسمع الدكتور تابعيكم ونتواصل معاكم ماشي فاطمي ماشي عطيك لا عافيك لا عافيك كمان اسئلة احنا معنا عشر دقائق بس بتقصلوا بينك بتقديرت تعطينا الرقم عشان اتحبان مثلا نتواصل معاكم في خصوص موضوع اكيد راح اكتبوا على التشات فش عندي مشكلة تواصلوا وديلي واتساب وانا ممكن افحص فش ولا اي مشكلة كتبتوا على تشات الزوم ماشي ببين عندكم لا لا مش شايفين رقم ايه لا ما وصلش شايفين ايه الي الى szok كل الان في صصور هسا تمام ايه ايه استنى راناد اعجب ان اقراف عاينك راناد بتقدر تسأله بس اطلع من اللميوت وبتقدر تسأله بس اطلع من اللميوت وبتقدر تسأله انا مبسوطة انه فيش اسئلة هتبكور انه المحادرة كانت واضحة او لا? هي واضحة بس بخربت شغل فاطمة بالنسبة للحلويات اخرى مرة طيف مثلا الكنافة احنا نشتري العجينة صح? يعني لما اوزن انت لما كنت بالحفيرت ما اعطيتنا مثلا انه مع الجبن مع كل شي جاهز بس انا مثلا بده اوزن الكنافة نفسها العجينة ما هي بتوزن صح? ممتاز برادة حلو انت هسا هسا اعطاتي نقطة جدا مهمة بتعرفي شو تعالي نعطي كمان كل اللي سامعيننا بالنسبة للمخبوزات نقطة جدا جدا مهمة المخبوزات دايما ممكن نوزن المخبوز بدون طبعا اضافات وحشوات العجينة بس تستوي يعني مش يعني المخبز لما يطلع من الفرن ممكن اوزنه بميزان مطبخ دائما دائما خذوها قانون نصف الميزان هو عبارة عن غرامات نشويات فاذا انا وزنت لخمانيا كانت تسعين غرام ميزانها انا بعرف على مية بالمية انها هي عبارة عن خمسة واربعين غرام نشويات اه هاي الاشي بعرفش البيان انا هاي الاشياء كله واضحة بس اخر مرة لانه جاي رمضان وبتعفل كل العيل بتاكل بحيب لوحد ما نحرمش الولد انه وانا انا جربت العام يعني عن جد يعني بدون السيام انه بدون يكون عن طريق الاطر اللي هو دايت واشياء طبيعية وكمية بدكت وزني بس السن لانه بدون نجرب للسيام معنية نكون عن جد دائقين اكثر بالاشياء يعني اخر مرة اللي بدى وزن الشيء انتو موجودين مع سنسور اه ممتاز اذا بكون في عندي مجاس او سنسور انا بقدر اعرف بطريقة دقيقة اكثر اذا الهعرخات بعيتي لانه كثير شغلات احنا بنعملها بهعرخة اذا كان ما في صوت اصدق بطلع السكر يعني اذا بطلع في عندك صوت واضح ناري ما افحص الموضوع من عندك لانه في عندنا صوت بشكل عام نسيت شو بلشت اقول اه اذا انا موجود مع عمي جس او سنسور انا ممكن اقدر في كثير حالات احنا بنقدر سواء كنا بطعة محلات معينة بعرس بالناسبة فممكن اقدر واشوف شو ردت الفعل بعد ساعة ساعتين هل كان تقديري اللي بده زيادة شوي بشكل عام ما تنصدمي غدا انا ما حبيت اقول من البداية لانه الاشي يختلف عن جد من التحضير لاخر ولكن بشكل عام كتعة الكنافة المثلثة هاي اللي بنشتريها فيها تقريبا عن جد ما تنصدمه فيها تقريب المية وعشرين غرام نشويات فتعلوا نحكي بصراحة وبوضوح غالبية النشويات هاي المية وعشرين رايحة من الوين للقطر من القطر جاي من القطر فتعالي نقول لما انا بدي اخبز هاي كثة المثلث الكنافة بقدر احط عليها عشرين غرام خمس وعشرين غرام تخيلي كدش انا نقصت واجرب هاي بحكي عن العجنة التحتانية كولي على الشعرات تبعات الكنافة كمان عشرة خلينا احط عليها خمس وثلاثين غرام واشوف شو بدي يصير بعدها يعني دايما في عندي لما في عندي المجس او السنسور دايما في عندي مجال اني افحص هل التقدير تبعيه كان مناسب ولا لازم ازيد عليه ماشا تبعي وصل وعفيكة ريناد كتبت لنا شراب بدون سكر منيح بعد الاكل اي شراب ريناد يعني اذا كان يعني انا متأكدة مش عارفة بدي يكون عباسيس مثلا ستيفيا بدي اتأكد بدي اكتف حصين وفيش جواه سكر هسا من ناحية مثلا شغلات اللي هي خلنا نحكي عن منتوجات مظرفة منتوجات اللي هي منشتريها وجاهزة جدا سهل اعرف ما انخدع بالكلمات الكبار بالكترات بالعناوين اذا مكتوب لي عليله لو سكر وليلي لو سكر مساف كل هاي الشغلات بتخربطنا كيف بكون حكيمة بروح على قائمة المركبات الرخيفيم او المركبات اذا ما كان عندي مسجل سكر فاهي العصير اللي بتحكي عنه عن جد فشي نشويات لانه بيكون لانه بيكون بيكون محليات صنوعية فبهاي الحالة بدي افحص عن جد انه فيش عندي فيه سكر سواء بنحكي حتى عن منتجات عادية سواء بنحكي عن البان بنحكي عن معدنيم عن شغلات اللي هي اشتريتها او تشيبس قالولي عنه صحي نعرف كل هاي الامور مفضل دايما ما انخدع بالعناوين وافحص المركبات قائمة المركبات في حال ما كان فيها سكر او كان اخر واحد بالقائمة اقل الضررين فنحكي عن اشي اللي هو عن جد ممكن نستهلكه المفضل طبعا ما يكون فيه سكر ولكن ما تروحوا عشغلات مكتوب عليها هيك بكبير انه فيش فيها سكر ويطلع بالنهاية في جوها حدا في عنده كمان اسئلة ولا ننهي البث هون الله يعافيكم ويسعدكم بتأمل اني قدرت افيد قال كتب لنا ليش بالعربي عشان البسوم رمضان اتوقع انهم بيحكوا عربي يعطيك العافي بالنسبة للتمر على الصحور التمر ممتاز التمر بنحكي عن فواكه فاخر مرة اذا انا كمان مرة بنرجع لقصة انا حسب شو بقى بعطي الانسولين حسب سكالا حسب الجدول الاعطانية الدكتور هل انا بعطي حسب عد النشويات فيش مشكلة فانا بتطلع على التمر اذا بنحكي عن تمر الصغير اللي هيك ببعيف كل تمرتين هي وجبة نشويات التمر الكبير حبة التمر هي وجبة نشويات فعهاي الاساس بنحسب وجبة نشويات يعني خمستاشر غرام من ناحية المضخات اذا بدى فوت بالغرامات فهيك بحسب فيش ولا اي مشكلة على الصحور ممكن اتصحر تمر ممكن اتصحر حتى بطيخ يعني ما في خوف كل الهدف اني اظل محافظة على الاشياء اللي موصي كمان بغير رمضان زين ابعد عن المربى تطلي ابعد عن السكر الابيض ابعد عن العسل ابعد عن الاشياء اللي هي حتى لو مرات في ناس بقولوا ليشتريت سيلان ما هي تمر سائل يعني مستفدتش فكل التمر نفسه فيش مشكلة فكل الاشياء اللي هي سكريات سائلة نتجنبها سكر التمر مسموح للتحلية او سكر جوز الهند سكر ما كنت بفضل عن جد استهلك سكر غير انه يكون عن جد سكر زي ما قلتلكم صناعي او ستيفيا ستيفيا يا جماعة اتبنوا ستيفيا صاح فيه شوي التعمة ليفاي ولكن عفيرت يعني تمرك كمان هيلين جوز الهند نفسه غني بالدهون المشبعة فجوز الهند هو الفاكهة الوحيدة الفيها دهون المشبعة فانا ما بدي اصلح شغلي واخرب شغلي ثاني مفضل اني اتجنب جوز الهند لانه لانه عن جد دهون المشبعة بتخرب بالجسم ستيفيا ممتاز مزبوط سمر يعطيكم العافية رمضان كريم وبتأمل انه كدرت اوصلكم اكثر هيك اللي كيف بسموه هني الهايلايتس اللي هني اكثر شغلات المهم تعرفوها بشكل عام وببكى التوصيات الخاصة عن جد انا بنصح الجميع يوصل للمراكز وصلونا تعالوا المتابعيننا بشنايدر تعالوا خذوا الهدرخات قبل رمضانيا بشكل شخصي هيك بنتفادى كثير شغلات في رمضان الاهل لا الاولاد اللي مع السكر النوع اللي النوع الاول انتبهوا على الولاد راكبوهم انتبهوا انو فش عندهم عوارد لهيبوغليكيميا كمان هيبيرغليكيميا انتبهوا عليهم انتبهوا للمشئفوت للمضخات التسوعة الدكاترة لقموا المنونيم احكوا معانا احنا موجودين واتوقع كل مركز سكري موجود بالدولة راح يقدر يساعدكم ويعطيكم الف عافية راح نوكف الشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جسد 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 شكرا